إن شاء الله هنكمل بقت المنهجة عن طريق الأوب أمب الأوب أمب هيبقى بداية sheet 4 و 5 و 6 الأوب أمب من اسمه هو يقصد بيها الـ Operational Amplifier يعني أيه Operational Amplifier Operational اللي هي الأوب ديات اللي هو بيقصد بيها انها بتعمل عمليات Amplifier اللي هو بيعمل Amplifier بيعمل تكبير فالـ Operational Amplifier هو بيعمل تكبير الأوبريشنال Amplifier ده هو Analog طيب هنقول سريعا إيه الفرق ما بين الـ Analog والـ Digital الـ Analog كنا بنستخدمها زي مثلا ما كان في التلفزيون مثال على كده إن كان القنوات القديمة زي القناة الأولى والقناة التانية كان دايما بيحصل زي تشويش شوية في القناة ده لأن التلفزيون بتاعنا كان Analog إما ابتدأ إن هو يطور عليه وابتدأ إن هو يدخل في الجزء الـ Digital ابتدأ يعمل حاجة زي الـ Dish فابتدأ إن يبقى عندي قنوات بـ Ultra High Definition يعني عندها جودة أحسن بكتير من الجزء اللي هي زي القناة القولة والتانية ساعة ما كان هو Analog تمام? مسلا الراديو الراديو كان آآ في حالة الـ Analog كان بيبقى دايما بيبقى فيه نويز كتيرة إما ابتدأ إن هو يدخل الـ Digital ابتدأ إن هو يعمل إيه؟ النويز تقلي جداً أو تقريباً إن انت ما تحسش إن فيه نويز أصلاً في الراديو تمام؟ بس الـ Analog ابتدأ إن هو يطوروا عليه ويخلوه أفضل وهو طبعاً الـ Analog فيه برضو مميزات اللي هو Very Intelligent إما الـ Digital هو ما بيفهمش الزير وواحد فبرضو ممكن يعمل مشاكل كتير بسبب الزير وواحد اللي هو فيه فالـ Analog ابتدأ إن هم يطوروا عليه لحد ما ابتدأوا إن هم يعملوا الـ Op Amp اللي هو الـ Operation Amplifier طيب تعالوا نتعرف على الـ Operation Amplifier كده الـ Op Amp هو بالشكل ده لي عندنا طرفين ده اتنين Input وOutput أول Input بيبقى هو Negative هنا والـ Output هنا Postive Negative هنا لاتنين Input واحد Negative واحد Postive طيب أول حاجة هنا بنسميها إيه؟ الـ Negative ده بنسميه أو الطرف الـ Negative بنسميه Inverting والطرف الـ Postive بنسميه Non Inverting تمام؟ والـ Output بنسميه بقى V Out أول واحد اللي هو الـ Negative اللي هو Inverting بنسميها V واحد والـ Postive هنا بنسميها V اتنين طيب الـ Inverting الـ Op Amp بيعمى بيشتغل Inverting يا إما Non Inverting يا إما Buffer يا إما بنشتغل كأنه Submission يا إما بنستخدم فيه في أكتر من حاجة بس إحنا لازم نتعرف الأولى على الـ Op Amp الأول حاجة يعني إيه Inverting Inverting يعني بيعكس بعكس السيجنال اللي أنا مدخله يعني لو أنا مدخله سيجنال بالشك ده المفروض الـ Op Amp هيبتدئ إن هو يعمل له تجمير بس هيعكس الايه شكل السيجنال بتاعي أنا هيخلي الـ Postive هنا هيبقى نيجتب والنيجتب هيبقى Postive تمام؟ طيب دي أول حاجة طيب الـ Op Amp بقى بيشتغل إزاي؟ أنا مثلا مدخله هنا آآ تلاتة بولت ومدخله هنا خمسة بولت تمام؟ وبقولك حتل الـ V-Out عايزة عرف الـ V-Out كان فالـ V-Out هو عبارة عن الـ V-Input مضروبة في الجن طيب والجن ليه؟ عشان احنا نتفعل الـ Op Amp ده بيعمل تكبير بيكبر الحاجة بتاعتي الجن أصلا بيبقى مش بقيمة قليلة يعني مثلا مش بيبقى بعشرة آآ بيبقى بخمسة لا ده الجن أصلا المفروض بتاع الـ Op Amp بساعات بيوصل إن هو بـ Ten Power Six اللي هو يعني بيوصل لمليون تمام؟ طيب فـ V-N بتاعتي هي عبارة عن إيه؟ احنا المفروض عندنا هنا الـ Input بتاعي V-2 V-1 فكأني بقول V-2 اللي هو بتاع الـ Non Inverting اللي هو الـ Postive ناقص V-1 مضروبة في الجن بتاعتي طيب ده كده عشان اجيبي الـ V-Out طيب هدي مثال كده بسيط عشان نفهم حاجة إن أنا دلوقتي لو أنا عندي الـ Op Amp بتاعي اهو حنتفق إن هو بيعمل تكبير جامد تمام؟ فأنا عندي هنا مثلا آآ قيمة هنحطها مثلا بالـ Micro فهنقول مثلا عندي هنا اتنين MicroVolt وهنا خمسة MicroVolt تمام؟ وما إحنا عارفينه Micro يعني Time 10 Power Negative Six يعني قيمة أولاية جدا تمام؟ وبقول لك حط لي الـ V-Out وقلت لك إن الجن تقريبا بتن باور سيكس تمام؟ فهنقول الـ V-Out هو عبارة عن خمسة نقصة مضروبة في الجن اللي هو تن باور ايد سيكس فما تيجي تحسبها وهنخلي بنا إن دابل مايكرو اللي هو Time 10 Power Negative Six فما نيجي نحسبها تطلع بكامل؟ بتلاتة فولت يبقى أنا اتكبرت القيمة بتاعت القيمة اللي تخلي بالـ MicroVolt باقت قيمتها بتلاتة فولت يعني هي كده في عين كبرت جامل طيب أنا بتحكم إزاي في التكبير ده؟ ما هو أكيد التكبير ده بش الجن بس هو أنا المفروض عندنا هنا في الأوب أمب هو طبعا مش يبقى مرسومة عندك في الشيت بس إحنا لازم نكون عارفينها إن الأوب أمب ليه طرفين كده طرفين دول طرف بنسميه VCC وطرف بنسميه VCC تمام؟ طيب الطرفين دول ما بيسموهم إيه؟ external power supply external power supply ده هو اللي بيحدد لك انت الليمت بتاعك لحد كامل يعني لو إحنا قلنا إن انت هنا عند عشرة فولت وهنا عند سالب عشرة فولت فانت الحدود بتاعتك المفروض ما تزدش عن عشرة ولا تقل عن عشرة يعني لو كانت القيمة زيت باتنشر لا هو هيفضل ثابت عند عشرة مش هيزيد عندي كده يعني بتاعك هنا عند ثلاثة يعني كده المفروض هو ما بين العشرة والسلب عشرة فده التكبير بتاعك تمام؟ يبقى VCC ومينس VCC ده اللي هو أو بيعتبر كأنه خزان الطاقة بتاعتنا بتاع الأوب أمب تمام؟ علشان يشغلنا الأوب أمب ويخلي فيه لمت ليه؟ لأن احنا بعد شوية كده هعمل لكم مثلا حاجة تانية لو انا عملت دايرة زي زيت وحطط لك هنا وقلت لك انت داخل هنا اتنين فولت المرضي بش مايكرو اتنين فولت وهنا خمسة فولت وبقول لك الجن بتاعك تقريبا بتين باور سيكس تمام؟ وبقول لك حطل فالبي اوت احنا اتفقنا هي عبارة عن خمسة نقص اتنين مضروبة في التين باور سيكس هتطلع بكام؟ هتطلع بتلاتة تايمتين باور سيكس فولت يعني تلاتة ميجا فولت هل انت عندك فولت عمرك شفتوا بتلاتة تايمتين باور سيكس فولت؟ لا طبعا طب ازاي انا هتحكم في الجن بتاعي بالشكل ده طبعا لو الجن كبير كده هتحكم فيه ازاي؟ بتحكم فيه عن طريق الايه الاكسترنال باور سبلاي اللي هو البي سي سي والمينس بي سي سي فلو البي سي سي عندي مثلا هنا وصلت لحد عشرين فولت وهنا مينس عشرين فولت فانا مفروض التلاتة ميجا فولت او ستريتة امتين باور سيكس فولت ديت لا هي عمرها ما هتوصل للقيمة دي هو بيقولك لا انت هتثبت بقى عند عشرين ايه فولت؟ يعني انت الساتيوريشن بتاعك هيقف عند قيمة نقطة الساتيوريشن يعني هو كأن وصل للمكسموم وهو وقف فوصل لحد كام عشرين فولت؟ تمام؟ كل ده احنا بنفهم يعني ايه اوب امب؟ انا مش ادخل في المسألة على طول غير ما نفهم بالزبط ايه هو او احنا عايزين منه ايه؟ تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للايه للشرح ده فانا ماجي في عندنا رسمة كده كيرف ممكن يكون الدكتور شرحها لكم الكيرف ده عبارة عن ايه؟ الكاركتريستيك كيرف بتاعي على اوب امب فاحنا عارفين ان الكاركتريستيك كيرف احنا لسه قايلين المفروض ان انا اوب امب بتاعي هيفضل ماشي لنير 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 لحد ما يزبط عند النقطة بتاعة الماكس بتاعي اللي هو البي سي سي وهنا برضو هيزبط عند ماينس البي سي سي لو تعدى عن الحدود ديت هيبقى عبارة عن شكل ايه؟ لنير هيبقى عند يعني هيبقى عند جزء لنير ده هيتحول لايه؟ لساتيوريشن تمام؟ زي ما احنا لسه رسميا في المسألة اللي فاتت فانت المفروض لما يوصل لحد مسلا اتفقنا ان هو مسلا وصل لحد عشرين فولت مسلا هو كان وصل لتلاتة ميجا فولت لأ فهو هيقول له ستوب كده انت معلش ايه؟ اقفى عند الايه؟ اقفى عند العشرين فولت هيجي عند العشرين فولت وهيثبته بقى يبقى انا المفروض في الجزء ده ده اللي هو الجزء الاحسن حاجة ان انا اشتغل فيه انه هو لما يكون في حالة تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للايه؟ للاوب امم طيب ايه تانية عايزين اعرفه عن الاوب امم بالشكل الحقيقي بتبقى عبارة عن تمام? الاي سي ديت بتبقى فيها كام آآ رجل بيبقى عندي تمن رجول تمام؟ ده بالنسبة للايه؟ للاوب امم طيب حاجة تانية برضو هنعرفها كل المسائل اللي المفروض بنحل بيها كورقيا مش كمسألة مش كعملي تمام؟ احنا المفروض الاوب ام بداخليا عند الجزء اللي ما بين الانفيرتنج والنانفيرتنج انا عندي مقاومة كده داخلية المقاومة دي بتبقى اسمها الار ان ديت بتبقى كميتها كبيرة لو انا شغالة اللي هي حل المسائل اللي احنا هنحله دلوقتي تمام؟ الار ان دي بحالة بتكون كميتها كام بتكون كميتها ومعنى ان الار ان كميتها يبقى الطيار هيبقى كميته كام؟ الطيار اللي هيبقى عند اي وان واي تو اللي هو انت فانا ده وده بي تو يبقى الطيار اللي ماشي هنا اسمه اي وان الطيار اللي ماشي هنا اسمه اي تو هيبقى كميته بكام؟ هيبقى كميته بزيرو طيب ليه كميته بزيرو لان احنا عارفين العلاقة ما بين الار والاي علاقة عكسية صح؟ يبقى علاقة الار بالاي علاقة عكسية فكل ما الار هتزيد جدا وبيقولك انها هتوصل لانفينيتي كده معناها ان الاي هتحصل ايه? هتقل جدا والليه تقريبا هتوصل لصفر. فاحنا في حالة الاي ديال بنقول ان الاي لما الاي ان تكون بانفينيتي الاي وان والاي تو هيكونوا بكام? هيكونوا بزيرو. تمام? طيب ونفس الحكاية هنعرف برضو ان البي تو مينس البي وان ماشي? اللي هو بيساوي احنا اتفقنا اللي هو على الجين. طيب جبنا الكلام ده منين? احنا لسه قاعدين ان البي هو عبارة عن في في الجين. اللي هو عبارة عن بي تو مينس بي وان مضروبا في الجين بتاعي. فانا قدر اقول ان بي تو مينس بي وان بيساوي بي اوت على الجين. تمام? لما برضو في حالة الاي ديال الجين هيبقى عندي هيبقى كبير جدا اللي هو تقريبا هيوصل لانفينيتي ده معناها ان هو هو وصل لانفينيتي ده معناها ان V2-V1 بيساوي كام المرة دي هيساوي V2-V1 هيساوي صفر وده معناه ان V2 هتبقى بتساوي V1. يبقى احنا كده عرفنا ان انا في حالة ال اي ديال ال اي واحد وال اي اتنين بيساوي صفر وال V2 بتساوي V1. تمام? ده كده فكرة عامة عن الابريشن امليفار. طيب. هندخل دلوقتي على انواع طيب اول نوع عندنا او بتاعنا اول عندنا نوع بنسميه او طيب شكله بيبقى عبارة عن ايه? بيبقى بالشكل ده. عندي هنا زي ما اتفقنا ده شكل تمام? طيب شكل بيبقى عندي هنا ايه? عندي مقاومة اسمها وعندي هنا تمام? وعندي هنا عند وعندي هنا مقاومة اسمها اللي يقصد بيها اللي هي تمام? طيب احنا اتفقنا ان النقطة ديت او الجزء ده اللي هو والفولت اللي هنا اللي عند بنسميه والفولت اللي عند بنسميه طيب عشان اعرف او احل اي مسألة من دول لازم ان اعمل شوية خطوات كده. اول خطوة تمام? بقول ان انا شغالة تمام? طيب ان انا شغالة ايدل فا ايدل اوب ام فكده معنا ناشر غلق ايدل اوب ام باتفقنا. اي وان بيساوي اي تو بيساوي زيرو. وفي وان بتساوي في تو. دي اول حاجة. طيب تاني خطوة بعمل ايه? بحل المسألة دي كأنها ايه? بحلها كأنها ابلاي نود فولتج. بعمل النود فولتج مساد. تمام? طيب تالت حاجة ده لهو كان من دهالي طبعا هو مش من دهالي هنا فانا مش هعمل 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 هتبقى ما بين او ما بين بتاعتي. تمام? عشان انا اتأكد ان هي ايه دخل الفيد باك بتاعي. يعني دخل دخل الطيبة بتاعتي يعني. ما زادتش عن الفيد باك اللي دخل الايه? الاوب ام. تمام? طيب فتعالوا ناخد واحدة واحدة كده. اول حاجة هبص للرسمة زيت. تمام? هقول ان انا اتفقنا على الطيار اللي ماشي هنا. اللي هو اسمه اي وان كنته بزيرو. تمام? والطيار اللي ماشي عند اي تو برضو كنته بزيرو. طيب اتنين كنته بكام? لو بصينا في الرسمة زيت فبي اتنين متوصل بالارضي. يعني متوصل بجراوند. يبقى بي اتنين كنته بكام? بزيرو هو كمان. يبقى معنى كده ان بي وان بتساوي بي تو بتساوي صفر. دي في الرسمة دي بس. تمام? طيب. ده كده اول حاجة ان انا قلت ان انا شغالة ايضا. طيب تاني حاجة هعمل الايه? النوت فولتج. طيب هعمل النوت فولتج زي هاجي عند النقطة بتاعة الفي واحد زيت. تمام? وابتدأ ان انا حلك انها نوت فالنوت فولتج هو عبارة عن كاني بقول اه ان انا بقول اه في اللي هو كاني يعني بقول الاي مينس اه اي بلاس اي بتساوي زيرو. تمام? فانا كاني باخد النوت هنا. فهو اول حاجة هاخد من الجزء ده. كاني بقول فولت واحد نقص الفولت بتاع الايه? ال V سورس على ال R سورس. يبقى V واحد نقص ال V سورس على ال R سورس. بتساوي. اه معلش مش بتساوي البوستر. تمام? بجمع. بعد كده V واحد نقص ال V اوت كانك خدت الجزء التاني بتاع النوت التاني يبقى V واحد نقص ال V اوت على ال R F. يبقى V واحد مينس ال V اوت على ال R F. كل ده بيساوي كام? بيساوي زيرو. طيب احنا اتفقنا ان V واحد و V اتنين كموتهم بزيرو. يعني امكن اشيل V واحد وخليها بصفر. و V واحد هنا واخليها بكام بصفر. يبقى كده معناها ان انا اتفضل لي ايه? نيجتيف V اس على ال R اس اللي بيساوي هودي نيجتيف V اوت على ال R F النحية التانية بالبوستر هيبقى V اوت على ال R F. تمام? طيب انا اقدر اقول من المعلومة ديت ان كده V اوت بتساوي ايه? يبقى V اوت بتساوي نيجتيف V اس مضروبة في ال R F على ال R اس. طيب نيجتيف ليه? انا اشغلت اتفاقنا او انفرتنج. انفرتنج جديد معناها لما بدخل سيجنل بالشكل ده. المفروض هتعمل ايه? هتكبرها لي وتعكس هي. طيب يعني كده من القانون ده او بالشكل ده اللي طلع لنا اقدر اقول ان V اوت على ال V اس بيساوي نيجتيف R F على R اس. وده كده معناه احنا عارفين فاكرين من الترانزيستر قبل كده كنا بيقول ان الجن بتاعنا هو عبارة عن ايه? الاوتبوت على الانبوت. فكده الاوتبوت اللي هي V out على ال V input اللي هي بتاع السيجنل بيساوي نيجتيف R F على R اس. يبقى ده الجن بتاعي يبقى اول اثبات للايه لحالة الانفرتر. ده احنا كده اثبتناها من عن طريق الرسمة. احنا كل اللي علينا ان احنا نعرف القانون. اللي هو نيجتيف R F على R اس. ده الجن بتاع اللي هو بيساوي V out على ال V a على ال V n. تمام? ده كده بالنسبة للايه? للانفيرتنج طيب ندخل على تاني نوع وهو النون انفيرتنج طيب النون انفيرتنج نفس الفكرة برسم نفس الرسمة كده. عندي هنا نجتب بوستف تمام? واتفقنا ان انا عندي هنا ادي رس. وادي هنا رس. تمام? بس المرة انا بشتغل نون انفيرتنج فالمفروض البولت بتاعي هيكون داخل فين? هيكون داخل عند البوستف. يبقى لما بشتغل ويبقى الجراوند بتاعي هنا يبقى لما بشتغل انفيرتنج الصورس بتاعي بيدخل عند الناجتب. لا هيبقى عند البوستف. لما بشتغل من اسمها يبقى عند البوستف بحط ايه? بحط بتاعي او بتاعتي تمام? وبحط عند هو ايه? وببقى نفس شكل الرسمة. تمام? طيب نفس الحكاية اتفقنا ان انا هشتغل اول حاجة ايه? ونشتغل اول حاجة تمام? فا اول حاجة هنا بقول ان انا شغالة طيب الايديل اتفقنا بحط الايديل ان اي وان بتساوي اي تو بتساوي زيرو. وفي وان بتساوي بي تو. دي اول حاجة. تاني حاجة? بجيب الايه? بشتغل بيه الفولتج نود. او النود يعني. تمام? طيب هشتغل بها ازاي? قبل ما حل المسألة ديت هجي بص عند البي واحد بتساوي بي اتنين. ده مفروض بي واحد وده مفروض بي اتنين. دلوقتي البي اتنين بتساوي اي? البي اتنين هو هو النقطة دي هي هي النقطة دية هي هي hele نقطة ديت. وفي تنين هو هو البي ايه? البي سورس بتاعتك او بتاعتك. تمام? المرة الفزي كRIA بتساوي بتساوي اه بتساوي بتساوي زيرو لانها كانت متوصلة بي تو متوصلها على تو. تمام? طيب فهاني نحل بقى ايه النود اول حاجة برضو هيجي عند النقطة بتاعة البي اوت. فاجأ عند اول حاجة هاخد النوت زيت ناقص اللي هو هنا اللي هو تقريبا هو مش متوصل بفولت فالي هو يبقى كأنه يبقى ناقص الزيرو على الفولت اللي عند الجزء ده عند برضو يبقى ناقص على المرض المقامل اسمها ايه? دي بتساوي كام? بتساوي زيرو. كل الكلام ده طيب البي وان بيساوي المرة دي بيساوي البي اس يعني انا شيل البي وان وحطت مكانها ايه? يبقى كأني بقول في اس على ار اس زائد في اس ناقص في اوت على ال ار اف بتساوي زيرو. تمام? ممكن ابسط الجزء ده عشان اعرف حلة. فبقول ان البي اس على ار اس زائد في اس على ار اف ناقص في اوت على ار اف بتساوي كام? بتساوي زيرو. فكده ممكن اخلي البي اوت على ال ار اف تروح الناحية التانية هيبقى تفضل لي ايه? ممكن اخد البي اس هنا يبقى بي اس مضروبة في واحد على ار اس زائد واحد على ار اف. وودي الناحية التانية البي اوت على ار اف. انا عايز اجيب البي اوت على جنب الواحدها. فممكن اضرب هنا في ايه? في ار اف في الناحية تاني. تمام? فهيبقى ايه ار اف هيروح مع ار اف هنا يتفضل لي كده ايه? بي اوت بيساوي بي اس واخلي الار اف ديت كاني بضربها في القوس ده. يبقى كانها ار اف على ار اس زائد ار اف على ار اف اللي هيب واحد. فده القانون التاني بتاعي بتاع الايه? المراضي بتاع النون انفرتنج. بحالة النون انفرتنج كده اقدر اقول ان الجن بتاعي المراضي عابل ايه? احنا اتفاني الجن اللي هو الايه? الايه بيساوي في اوت على البي امبوت بتاعك. اللي هو المراضي بيساوي ايه? واحد زائد ار اف على ار اس. يبدا قانون ده طيب احنا كده عارفنا جات ازاي? تمام? كل ده كأني بثبت او بشتغل بفاهمك طريقة الشغل بتاعت الايه? بتاعت المسائل. تمام? بس عارفنا بنحسب الحاجات دي ازاي? بس انا المهم اللي عندي ان انا عارف القانون. تمام? طيب ده كده بالنسبة للنون طيب ندخل على تالت حاجة وهي طيب البفر المفروض رسمة البفر بالشكل ده هي عبارة عن عندي هنا ودي هنا ده بوصله بس المرة دي انا ما عنديش اي مقامة احطاها يعني هي كأنها متوصلة كده. طيب ده كده احنا نتفقنا ده في ون ده في تو. ده في اوت. طيب. فهاجي برضو اعملها كأنها حسابية وكاني بيزبط القانون. فانا هاجي هزبط القانون بتاعي فاقول ايه? اول حاجة احنا شغالين فمعنى انها شغالة ايديل بتساوي اي تو بيساوي كام زيرو. وفي وان بتساوي في تو. تمام? طيب وفي تو وفي وان اللي هي ايه? يعتبر ان هو بتاعك او بي سيجنل بتاعك. تمام? طيب بعد كده هنحلها كأنها نود. فانا المرة دي عندي ايه? النقطة ديت كأنك بتعمل النقطة دي. ماينس البي اوت يبقى بي وان. نقص البي اوت عندك اي مقاومة هنا? لأ ما عنديش اي مقاومات فكأنها على زيرو بتساوي زيرو. اعمل كروس ملتبليكيشن فكأنك بتقول بي اوت آآ بي وان اللي هي كأنها هي هي ايه? ماينس بتساوي سفر. يبقى كده معناها ان بي اس هي هي بتساوي بي اوت. طب احنا عارفين ان الجيم هو عبارة عن ايه? بي اوت على بي انبوت اللي هو بتاعك. فانت بتقول ان هو اه هو بي است يعني كأنك على بي اس اللي هي كده معناها ان هي بتساوي كام? بتساوي واحد فكده البفر بتاع واحد. طيب ايه الفايدة? انا كده ما اكبرتش حاجة انا كده النا مدخله هو هو اللي انا مخرجاه. انا ما تكبرتش حاجة الهدف من الوب ام ان هو بيعملك زي فلتر للدايرة يعني لو انت مدخل فيها نويز هو بيفلترها لك بيشيل النويز اللي موجودة فيها فهو ايه هو انت دخلت نفس الحاجة انت بش عايز تكبر انت دخلت نفس الحاجة وخرجت نفس الحاجة بس من غير نويز او من غير شوايب يعني. تمام? طيب ده كده بالنسبة تعريب بسيط عن والبقر. تمام? طيب بك هندخل في الفيديو التاني في المسائل بقى بتاعت الشيت.